السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مرحبا بكم في فيديو جديد في حصة اليوم سأنجز معكم النموذج الثاني من نماذج الامتحانات الإقليمية الموحدة لنيل شهادة الدروس الإبتدائية دورة يوليوز 2022 إذن هذا الامتحان سنشتغل على مادة اللغة العربية في الامتحان المقبل سنتمم مادة التربية الإسلامية إذن سنبدأ بقراءة النص بعد ذلك نجيب عن الأسئلة المرتبطة بالقراءة ثم الأسئلة المرتبطة بالضواهر اللغوية وبالكتابة إذن نبدأ بقراءة النص الزيتونة شجرة معمرة ودائمة الخضرة أي أن أوراقها لا تتساقط في فصل الخريف وقد يصل ارتفاعها إلى 15 مترا أوراقها بسيطة سامية ذات لون أخضر داكنة وتتمر الشجرة بعد أربع أو خمس سنوات من زراعتها وتستمر في إعطاء اهتمارها أكثر من ألفي عام إنها من الأشجار المباركة التي ورد ذكرها في القرآن الكريم سبع مرات وقد تبت علميا فوائد أو فوائد أكل زيت الزيتون والدهان به فلا يختلف شخصان حول قيمتها خشب الزيتون من الأخشاب الممتازة ذات اللون البني وهو غني بالمواد الحافظة التي تمنع تسووسه وإصابته بالحشرات أو الأردات يعني النمل الأبيض والذي يعتبر من أشد أعداء المواد الخشبية ثمار الزيتون غنية بالزيت وهذا الزيت يضم نسبة عالية من الدهنيات الجيدة للجسم كما يحتوي زيت الزيتون على نسبة عالية من الفيتامينات لزيت الزيتون فوائد كثيرة للمستهلكين له لذا ينصح باستعماله وأكله نذكر منها يزود الجسم بالمواد الدهنية الجيدة يحمي الجسم من الأمراض أو من أمراض تصلب الشراين يؤدي تناول زيت الزيتون إلى هدوء الأعصاب وإلى تحسين حالة مريض السكري زيت الزيتون ملطف للبشرة والدهان ممتاز للشعر ومانع لقشرة الرأس إذن بعد قراءة النص نمر مباشرة لكي نجيب عن أسئلة المجال الرئيسي الأول والقراءة لإجابة عن هذه الأسئلة سهلة ومرتبطة فقط بقراءة النص إذن الذي يجب علينا فعله هو أن نقرأ النص عدة مرات لكي نفهمه ونستخرج منه الأفكار ونفهم الأفكار الرئيسية فيه السؤال الأول يقول ضع علامة أمام نوعية النص المناسبة هل هذا النص تفسيري؟ سردي؟ وصفي؟ أم توجيهي؟ إذن هذا النص بالنسبة للتفسير يعني أنه يفسر ظاهرة ما يفسر شيئا ما يفسر بجموء يعطي يعني يعطي معلومات ويفسرها سردي يعني أنه يحكي لنا قصة قصة ديال يعني هذه القصة غيكون فيها الأحداث وغيكون فيها الشخصيات إلى آخره وصفي يعني أنه يصف شخصا أو يصف شيئا ما معين أو يصف مكانا إلى آخره توجيهي يعني أنه يعطي مجموعة من الإرشادات يعطي مجموعة من النصائح يعني أنه يوجي هنا يعني امتلاقا من الشرح يعني النوع يعني نوعية النص هاد النوعية كاملة يعني غنستنجو أن هاد النص في سيري هي في السرلينا الأهمية ديال شجرة الزيتون نمر الآن إلى السؤال الثاني إذن السؤال يقول إيتي بشبكة مفردات كلمة الشجرة إذن هنا هنأل أهد الخانات هادو وغادي نعمرهم بشبكة المفردات ديال كلمة الشجرة يعني أي حاجة عند علاقة بالشجرة نشوف غير مكونات الشجرة عندنا مثلا أوراق أوراق عندنا مثلا أغصان إذن عندنا أغصان أغصان عندنا مثلا جذع عندنا جذع وعندنا جذور أو تمار إذن جذور أو تمار إذن جذور أو تمار نمر الآن إلى السؤال الموالي ضع أو ضعي خطا تحت المعنى المناسب لكلمة يزود حسب السياقها في الجملة يزود الجسم بالمواد الدهنية الجيدة ما معنى يزود يعني يمنحه ويعطيه ويقدم له هنا يهب يقدم يساعد يمد إذن يعني إجابة صحيحة هي يمده يمده بالمواد الدهنية الجيدة ثالثا لما وصفت شجرة الزيتون بالشجرة المباركة إذن وصفت بذلك لأنها دكرت في القرآن الكريم سبع مرات كما ورد في النص إذن نكتب وصفت وصفت بذلك وصفت بذلك لأنها لأنها ذكرت ذكرت في القرآن الكريم في القرآن الكريم سبع مرات أو سبع مرات إذن ذكرت سبع مرات في القرآن الكريم نمر الآن إلى السؤال الموالي رابعا استخرج من النص جملة تدل على أن لزيت الزيتون فوائد تجميلية إذن هو زيت ملطف للبشرة إذن نكتب زيت الزيتون زيت الزيتون ملطف ملطف للبشرة ملطف للبشرة ثم نكتب كذلك أنه ذهان ممتاز للشعر يعني يدهن به الشعر ذهان ممتاز ممتاز للشعر للشعر ومانع لقشرة الرأس مانع للقشرة نمر الآن إلى السؤال الخامس السؤال الموالي يقول إذن حدد الفكرة العامة للنص إذن نكتب يتحدث النص يتحدث النص عن فوائد عن فوائد وأهمية وأهمية شجرة شجرة الزيتون شجرة الزيتون إذن يتحدث النص عن فوائد وأهمية شجرة الزيتون إذن بشكل يعني مختصر إذن نمر الآن إلى السؤال السادس أكتب تلخيصا للفقرة الثانية من النص إذن الفقرة الثانية تتحدث إذن تتحدث عن يعني مميزات شجرة الزيتون أنها تتميز بأوراقها الدائمة الإخدرار وباتمارها وفوائدها وذكرها في القرآن الكريم إذن نكتب تتميز تتميز شجرة الزيتون بماذا؟ بأوراقها بأوراقها دائمة دائمة الإخدرار نجل الدائمة الإخدرار يعني أنها دائماً خضراء دائمة الإخدرار أو أنه pec maple وبتمارها 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 وفوائدها 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 تتميز شجرة الزيتون بأوراقها الدائمة الإخدراء وباتمارها وفوائدها فضلا عن ذكرها في القرآن الكريم الآن إلى السؤال ما القيمة التي يروجها النص إذن يروج النص هنا قيمة شكر النعم إذن يجب أن نشكر الله على نعمه شكر النعم شكر النعم عدنا كذلك العرفان العرفان وعدنا الامتنان يجب أن نشكر الله على نعمه إذن شجرة الزيتون تعتبر نعمة لكثرة فوائدها إذن العرفان الامتنان شكر النعم السؤال مولي ثامنا ما رأيك فيما خلص إليه الكاتب من أن شجرة الزيتون شجرة مباركة علل جوابك إذن رأيي أن ما وصل وصل إليه أو ما توصل إليه الكاتب يعد استنتاجا منطقيا نظرا لقيمة شجرة الزيتون الغدائية والطبية نكتبها الجواب إذن أوافق أوافق الكاتبة الكاتبة فيما توصل إليه أوافق الكاتبة فيما توصل إليه نظرا لقيمة نظرا لقيمة نظرا لقيمة شجرة الزيتون 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 الغذائية 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 الزيتون 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 فيما توصل إليه نظرا لقيمة شجرة الزيتون الغذائية والطبية إذن هذا فيما يخص الإجابة عن المجال الرئيسي الأول متعلق بالقراءة نمر الآن إلى المجال الرئيسي الثاني المتعلق بدراسة الظواهر اللغوية وغم بدأ بالفرع أو المجال الفرعي الأول ومجال الصرف والتحوي السؤال الأول يقول حول عبارة تالية إلى جمع المخاطب جمع المخاطب هنا نقصد به أنتم إذن الجملة نقرأ الجملة فهنا نغرس شجرة وهناك ننظف حديقة ونساعد فقيرا وفي المدارس نحترم الأنظمة والقوانين إذن هنا نكتبه فهنا تغرسون شجرة وهناك تنظفون حديقة وتساعدون فقيرا وفي المدارس تحترمون الأنظمة والقوانين إذن نكتبه فهنا فهنا نكتبها ذاك شيء اللي بدنا بلون مغاير تغرسون تغرسون شجرة شجرة وهناك وهناك تنظفون 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 حديقة حديقة وتساعدون 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 فقيرا فقيرا فاصلة وفي المدارس وفي المدارس وفي المدارس نكمل هنا تحترمون تحترمون الأنظمة 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 والقوانين 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 هنا نعرف أن اسم الفاعل يصاغ من الفعل تولاتي هذا الفعل هذا تولاتي يصاغ اسم الفاعل على وزن فاعل واسم المفعول على وزن مفعول يعني فقد فاقد فاقد على وزن فاعل واسم المفعول على وزن مفعول فقد مفقود على وزن مفعول مفقود أما بالنسبة للفعل غير التولاتي فهنا اسم الفاعل يساغ واسم الفعل كذلك يساغاني على وزن مضارعي يتنفس هذا ربما حول المضارع غير هدلية هذه سنحولها من مضمومة بالنسبة لإسم الفاعل سنكسره مع قبل آخر وبالنسبة لإسم المفعل سنفتحه مع قبل آخر يعني يتنفس متنفس متنفس ندر الكسرة باللون مغير متنفس 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 ندر الفتحة متنفس متنفس نمر الآن إلى السؤال الثالث سوغ اسم الزمان أو الماكالمية الأفعال التالية مع الشكل هنا لدينا الفعل هو المطلوب ثم لدينا وضع هنا اسم المكان سنستخرج منه يعني فعل وضع سنستخرج منه اسم المكان موضع على وسن مفعل موضع إذا ندر في هذه النوع من الأسئلة سوغ اسم الفاعل سوغ اسم الزمان إسم المكان ضروري شكل ضروري الشكل لأنه يخلق فرقا يعني مثلا هناك أكتبت موضع بلا ما نشكلها لا يعرفها لا يعرفها المصحح موضع موضع هنا متنفس متنفس لذلك لتضمن النقطة كاملة ضرورة تشكل. هنا لدينا فعل وعادة. سنستخدم منه اسم الزمان. من اللي تتوعد شيء واحد بشي حاجة. مثلا انتو توعدوا انك تتلقى به في واحد الوقيتها. ستقول لي نلتقي في الموعيد. يعني موعد. موعد. ونشكل واحدة هي موعد. هنا لدينا كوا. سنستخدم منه اسم الآلة. يعني اشنا هي الآلة اللي كنديرو بها هاد الفعل. كنديرو بها الكوي. يعني المكوات أو مكوات. مكوات. ثم هنا عندنا حاسونة. سنستخدم منه اسم التفضيل. وكننا عرفوا ان اسم التفضيل يساغ على وزن افعل مؤنته فعلة. حاسونة احسان. احسان مؤنته حسنة. نمر الآن الى السؤال الخامس والموالي. حول الارقام الى الحروف في جملتين تاليتين مع ضابط المعدود بالشكل التام. سنكون عارفين ضابطين زيال القواعد ديال العدد والمعدود. ومتى يطبق العدد معدوده. سنبدأ بالجملة الاولى. شارك في الحملة التحسيسية مئات متطوعين. هنا سنكتبون مئات متطوعين. سنستشهد اربعة عشرة جنديا. 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 إلا بعد أن تساهم في بنائه السؤال الثاني أدخل آدات جزم مناسبة على الفعل وأعيد كتابته بالشكل التام كل مواطن لم يعمل لأجل رفعة وطنه يعد خائنا نمر الآن إلى السؤال الثالث أملأ الفراغ بما يناسب من الأسماء الخمسة في ميالي هناك أخوك مرفوعة بالواو أخيك مجرورة بالياء وهذه أخاك منصوبة بالآلف هذا سيكون هنا الفاعل الذي يكون مرفوعا بالواو أخوك نلخصنا نعرف الموقع الإعرابي ومن بعد نرى كيف ترفعك هناك مرفوع هناك مجرور هناك منصوب هناك مرفوع بالواو هناك مجرور بالياء هناك منصوب بالآلف هناك أخوك نشكلها أخوك من المعركة مفتخرا بإتفاعه عن كرامة وطنه السؤال الموالي رابعا أملأ الفراغ بتوكيد معنوي يكون بالألفاظ بحل نفسه عينه ذاته نفسه 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 نشكله نفسه يعني يكون هناك هناك الضم الضم صادفة صادفة الحاضرين إذا هناك مجرور هناك مجرور هناك مجرور هناك مجرور في محل نصب مفعول به منصوب لأنه جمع مذكر ساليم مجرور ستكون كلهم ستكون متواتية ولا متطابقة مع الإعراب هذه الكلمات اللي هي منصوبة بليا لأنه جمع مذكر ساليم يعني ما غير نقوله كلهم ولا كلهم غير نقوله كلهم تكشيرش قالوا لكم مع الشكل كلهم في هذا الشكل هذك يخلق واحد الفارق إذا هذا فيما يخص لإجابة عن السؤال الرابع نمر الآن إلى السؤال الموالي خامسا إملأ جدول بما هو مطلوب إذا عدنا هنا تميز نوعه وعدنا واحد الجملة سنستخرج منها تميز بين النوع دياله وطني من أكثر الأوطان جمالا إذا هنا يبقى أنه تميز هو جمالا باش ميزنا الوطن ميزناه بالجمال جمالا هاد من النوع ديال هذا تميز هذا لم يكن هذا تميز بألفات العدد هذا ليس بألفات الكيل إذا هذا تميز هذا ملحوظ يعني لوحي من سياق الجملة ملحوظ لا يوجد أن يكون لفظ لكي يدلمس على الوزن أو لكي يدلمس على الكيل أو لكي يدلمس على المساحة يعني هذا الجمالا هذا يعني غير لاحظناه انطلاقا من سياق الجملة نمر الآن إلى السؤال السادس المتعلق بالإعراب أعريب ما تحته سطر في النص هنا سنعرب هذه الكلمات مترا تميز منصوب وعلامة نصبه تنوين الفتح ثم أعدنا شخصاني إذا شخصاني فاعل مرفوع بالألف لأنه متنى إذا فاعل مرفوع مرفوع بالألف لأنه متنى إذا فاعل مرفوع بالألف لأنه متنى عندنا هنا بالحشرات هذه غيرت عرب جار ومجرور جار ومجرور ونقدر نقسمها نقوم بحرف جر الحشرات اسم مجرور وعلامة جره الكسرة الظاهرة على أخيره هنا للمستهلكين إذا اللام نكتبها نعزلها هذه المرة اللام إذا اللام حرف جر المستهلكين المستهلكين اسم مجرور اسم مجرور وعلامة جره وعلامة جره لماذا؟ لأنه جمع مذكر سالم كتبوا هنا اختصرناها إذا اللام حرف جر المستهلكين اسم مجرور وعلامة جره لأنه جمع مذكر سالم نمر الآن إلى المجال الفرعي الثالث والمجال المتعلق بالإملاء إذن السؤال الأول املأ الفراغ بكلمة بنو أو بنو إذن ابنو أو بنو ابنو بالهمزة ابنو بدون همزة إذن يا هنا يعدنا النداء من اللي يكون عندنا كلمة بنو بعد النداء تحدث لها الألف إذن يبنو يبنو صالحين كن من أصحابي الهمم العالية وحتى من اللي يكون هذا البنو بين اسمين على مين إذن تحدث له الألف نمر الآن إلى السؤال الثاني في مكوّل الإملاء أكمل بالألف أو أكمل بألف لينة مناسبة سأكمل بألف لينة سأكمل بألف ممدودة أو بألف مقصورة ملها سأكتب بألف مقصورة الهدايا سأكتب بألف الممدودة السؤال الثالث أكتب كل همزة بشكل صحيح في الكلمات التالية سأكمل بالهمزة هنا لدينا همزة متطرفة كنا في الخرج الكلمة نرى غير حركة الحرف الآخر هنا السكون يقب على همزة على السطر هنا كما تحتاج بهم ملء 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 وحي补 أنتَب على همزة المتطرفة همزة متوسطة في وسط الكلمة كنقرن الحركة مع الحرف الآخر ونرى أقوى حركة بالنسبة للحركة القوية هي الأقوى أتبعها الدم أتبعها الفتحة أضعف الحركات هي السكون إما السكون الحي أو السكون الميت السكون الحي يكون هذا سكون باين والسكون الميت هو المد سوف نرى حركة الهمزة فؤاد سوف تكون فيها الفتحة إذا لدينا الفتحة والضماء اللي سيغلب هو الضماء يعني الهمزة تكتب فوق الواو فؤاد هنا لدينا بأس يعني لدينا السكون والسكون الهمزة تكتب فوق السطر ولكن هنا أرى الفتحة اللي غالبة الفتحة اللي كتغلب السكون والفتحة تتقابلها الهمزة فوق الآلف يعني هنا الهمزة تكون فوق الآلف أما بالنسبة للكسرة فالهمزة تكتب فوق الآلف نمر الآن إلى السؤال الرابع والأخير ضمن المجال الفرعي الثالث أكمل كل كلمة ناقصة بهمزة مناسبة إذا انفصل هنا سنكتب الهمزة القطع هنا سنكتب همزة القطع أو همزة الوصل هنا سنكتب انفصل أبي وصل القطع انفصل أبي عن أمي بعد عامين 2 سنكون هنا الوصل من زواجهما هذه هي الإجابة للسؤال الرابع الآن وصلنا على المجال الرئيسي المجال الرئيسي الثالث وقد قمنا بال žاش في مجال المجال الفرعي الاول نقسم العديد من المجال الفرعية لدينا فيه الشكل نكون فيه انشاء يمكن أن نسميه الإنشاء التعبير في كتابي سوف نرى بشكل الشكل هو الأول هنا يثبيت بالشكل التام لكلمات المضغوطة في النص عندنا هنا كلمة أوراقها إذن هذه أوراقها ضروري نرى الموقع الجيال الإعرابي في النص نرجع للنص ونرى هذا أوراقها إذن عندنا هنا أوراقها إذا لاحظنا قبل منها كي ناسخ حرفي ناسخ الحرفي كذلك نعرف أنهم يدخل إلى الجملة الإسمية ينصب الأول ويسمى اسمه أوراقها إذن أوراقها ثم عندنا لا تتساقطوا في فصل الخريف إلى أخير سوف نرى هذا بالكلمة الأخرى عندنا هنا كلمة مضغوطة كلمة مضغوطة عندنا الدهنيات إذن عندنا هنا ميناء هذا الحرف جر الدهنيات هذه جمع مؤنة سالم يتجر بالكسرة عادي ثم عندنا كلمة عندنا هذه الجملة هذه عفواً هنا ما بنتش لكم إذن هنا عندنا ميناء حرف وجر الدهنيات اسم مجرور بالكسرة لأنه جمع مؤنة سالم نرمشي والحناية دبا لهذه الجملة هذه عن شكلها يؤدي تناول زيت الزيتون إلى هدوء الأعصاب هذا الشيء اللي عندنا في هذا النص نمر الآن لكي نجيب في المكان دي الإجابة ضروري نجاوبه هنا وخير جاوبنا في النص إذن هنا عندنا هذه الكلمة ما مضغوطة ما مكتوبة بخط مضغوطة في النص وإذن هنا عندنا سبعة مرات هنا كما قلنا في النص الدهنيات هنا يؤدي تناول زيت الزيتون إلى هدوء أعصاب نمر الآن إلى المجال الفرعي الثاني اللي هو التعبير الكتابي اكتب رسالة شخصية ما بين ثماني وعشر أسطر للصديق اللك تقنعه بتناول زيت الزيتون لما له من فوائد على الصحة إذن هنا تلبنا نكتب رسالة وخصنا نحتار مكونات الرسالة من المرسل المرسل إليه عندنا الكلمة الافتتاهية الموضوع إلى آخره العنوان والتاريخ إذن نجد جماعتنا هذه الرسالة إذن نبدأ بالمكان يعني فين كنت في مثلا نختاروا مثلا شمدينة يعني فين كنت بالضغط إذن مثلا نكتبه في الضار البيضاء في الضار البيضاء تكتب التاريخ مثلا تكتب مثلا الرابع عشر يونيو 2022 وتكتب الموضوع دي للرسالة ديالك تكتبوا الموضوع ديال الرسالة تكتبوا مثلا الموضوع ديال الرسالة نعطوه لك تماما أغا تكتبوا أغا تكتب إذن هنا عدنا تقنعه بتناول زيت زيتون للملاومة الفوائد على الصحة إذن تكتب فوائد زيت زيت الزيتون على الصحة على الصحة أول موضوع ديال الرسالة ديالنا سوف نكتبه واحدة الكلمة هنا نكتبه إلى هنا المرسل إليه سوف نصفته له الرسالة إلى صديقي إلى صديقي أو صديقاتي إلى صديقي أو صديقاتي ونكتبه إلى صديقاتي ونكتبه اسمية لإسم الصديقاتي مثلا نحن سوف نختاره محمد 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 والله اللي كتبت إلى صديقاتي فاطمة يعني تختار نطيع واحد فيهم إلى صديقي محمد أو إلى صديقاتي فاطمة نكتبه واحد الكلمة التي تسمى الكلمة لإفتي تحية نكتبه تحية طيبة وبعد إذن تحية تحية طيبة وبعد إذا كتبتهم بفتر حيث مهمين هدو هم اللي غادي ما ديش يتبتلو يعني يعني مهما مهما تغير الموضوع لم تتغير هذه المعطيات إذن تحية طيبة وبعد ندروا نقطتان فاصلة نقدر فاصلة طيبة وبعد ونبدأ الرسالة لدينا واحد الكلمة التي هي يعني تكون فيها مجاملة يعني تسمى الكلمة افتي تحية إذن نكتب مثلا أكتب لك رسالتي أكتب لك رسالتي 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 وأنا أنا شوق شوق للقياك على أحسن حال وبصحة 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 جيدة أعفوا أغذية أغذية جيدة يعني أغذية صحية ومغدية صحية ومغدية على غرار زيت الزيتون إذن هنا سوف ندخل لي لأننا سوف نصح لتناول زيت الزيتون نعيد قراءة ما كتبناه لنتمم أكتب لك رسالتي هذه وأنا كل شوق للقياك على أحسن حال وبصحة جيدة وعلى ذكر الصحة أنصحك بتناول أغذية جيدة أغذية جيدة صحية ومغدية على غرار زيت الزيتون إذن فهذا الأخير سنضرده على زيت الزيتون فهذا الأخير يعني زيت الزيتون فهذا الأخير يتميز يتميز بخصائص بخصائص متعددة 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 بخصائص متعددة من بينها من بينها أنه يزود الجسم يزود الجسم بالمواد بالمواد الدهنية الدهنية الجيدة 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 ويحميه ويحميه من الإصابة من الإصابة من الإصابة بأمراض 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 تصلب بأمراض تصلب الشريين بأمراض تصلب الشريين بأمراض فاصلة فضلا على أنه يعمل على تهجئة 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 نجد الأعصاب الأعصاب فاصلة ويساعد ويساعد كثيرا مريضة السكرية يعني اللي فيهم مرض السكري السكري إذا هنا يشوف ما بين ثماني أو عشر أصطر سوف نكتب كما يمكنك استعماله كما يمكنك استعماله استعماله في التجميل في التجميل فهو مفيد للبشرة وللشعي 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 ولكل هذه الأسباب ولكل هذه لا نكتب لكل هذه الفوائد فوائد أنصحك أنصحك باستخدامه باستخدامه في كل وقت وحين في كل وقت وحين في كل وقت وحين نقطة لأننا نكتفيوا بهذا القدر لكي نختمو الرسالة سوف نكتبوا نكتب واحدة هنا واحدة عبارة نكتبوا والسلام نزيدها والسلام قبل أن نزيد هذه العبارة سوف نزيد هنا هنا أنتظر 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 ردك بفارغ الصبر أنتظر ردك بفارغ الصبر يعني أنتظر رسالتك المقبلة وعند نكتبه والسلام وفي الآخر سوف نكتب المرسل يعني اسمية نكتبت هذه الرسالة سوف نكتب واحدة عبارة صديقك صديقك ندر النقطة وتكتب اسمية وتدر الإمداء صديقك مثلا عبد الله ندر السيناتور السيناتور هنا هذه هي الرسالة سوف تحترم هذه المعايير وعفون هذه المكونة الرسالة المكان التاريخ موضوع هنا المرسل إليه اسمية صاحبك اللي سوف تصفت له ولا اسمية صاحبتك هنا إذا المرسل إليه ثم هذه العبارة هذه تحية طيبة وبعده الكلمة الإفتتاحية لكي تفتتح الرسالة هنا هنا الكلمة الختامية هل تسمى الكلمة الختامية أن تجد ردك بفارغ الصبر أو أرمج أن تجيب على أسئلتي في أقرب وقتين إلى أخير هنا سوف نكتبه السلام صديقك عبد الله هنا أتكتب اسمية لكي تكتبت الرسالة لكي تسمى المرسل لصفة الرسالة ودر واحد لسنة يوم هنا في الأخر لإمضاء هذا فيما يخص الإجابة عن المكون الأخير وهو مكون التعبير الكتابي أتمنى لكم حظ موفق موعدنا إن شاء الله يتجدد في الحصة المقبلة لإنجاز امتحان في مادة التربية الإسلامية النموذج الثاني المقترح على نفس القناة قناة دروس الدعم والتقوية الإبتدائي لذا كونوا في المعيد إلى اللقاء